وأنا حبدأ بالنقطة اللي أنا اتكلمت فيها الأخيرة وهي فكرة هنا استضافة مصر ليه يعني متولات دولية وهي عندك وفود من كل أنحاء العالم بتيجي وبجانب أن هي بتشارك فيه فعليات رياضية هي بتروض ليه السياحة عندك وعندك صحافة عالمية وعندك إعلام عالمي فبتالي كل دي إنعكاسات طيبة جدا على وضعنا الحالي زي ما حدك قلتي الكلام ده طبعا صحة طبعا جدا يمكن بداية من كوفيد 20 يعني كوفيد 19 قصدي الموضوع بدأ أن مصر بدأت تستضيف كل البطولات العالمية في كل الألعاب الرياضية طبعا كانت تخطى للدولة المصرية للتشجيع السياحة في نفس الوقت سقط الاتحاد الدولية كلها الألعاب كلها في مصر مصر من ساعة الكورونا من 2019 في آخر يعني أو 20 بداية 2020 مصر حتى الآن في 2022 مستضيفة أكتر من 140 بطولة عالمية في كل الرياضات وبطولات كبيرة يعني مش مثلا بطولة فيها 13 دولة لا فيه بطولات فيها 80 دولة زي بطولة السلاح مثلا اللي بدأت في مصر من يومين والنهاردة دي فتح بتحر لسمي البطولة دي فيها 103 دولة أكتر من ألف لعب ولعبة من كل أنحاء العالم يعني من كل أنحاء العالم فأنا أعتقد أن مصر ستضيف يعني كل البطولات الدولية في كل الألعاب بطولة عالم سواء شباب أو ناشين أو كبار أو حتى بطولة عالم أو كاس عالم في كل اللعبات ده طبعا بيشجع السياحة طبعا بيدي ثقة كبيرة جدا لاتحاد دولية في مصر بيدي كمان استفادة مادية لمصر استفادة في السياحة كمان أنا شايف أن مناصب دولية كمان لمصر في الاتحادات الدولية ده كمان مهم جدا بالنسبة لنا خط الدولة المصريكة تواضحة جدا في الموضوع ده أنا شايف أن ده استثمار شايف أن ده حاجة مهمة جدا للبلد وكمان بيدي انعكاس للرياضة في مصر وبيطورها وكمان أنا فاكر أن تومس بخ رئيس اللجنة الأولمبياد الدولية قال بعد انتهاء بطولة العالم لكورة اليد اللي هي أول بطولة في العالم يطبق فيها نظام البابل سيستم أو الفقاعة الطبية قال أن مصر نظام بطولة عالمية نقلها الأولمبياد توكيو 2020 في اليابان طبعا مصر هي البداية من كل حاجة فأنا شايف أن ده مهم جدا لينا ومصر نجحت في سدافة بطولة رياضية كلها ولسه كمان بنصديف أكتر من بطولة بس دي حاجة كنا كلنا كمصريين بنطالب بيها يعني من كم سنة فاتت وكنا بنقولوا وإحنا ليه مش على خريطة البطولات الدولية وتنظيمها وكان عندنا زي ما تقول كده روح للهزامية علي لقولك وإحنا ليه مش زي بقيد دول العالم إحنا لا ما نقدرش وحاجات زي كده فجأة لقيت نفسك من أعلى الدول وبتنافس بشكل كبير ويعني مش بس بتطلع الحاجة طليق بالبطولة طليق باسم بلدك فيه طفرة حصلة بشكل كبير جدا والتنظيم أكتر من رائع الواحد زمان كان بيشوف برضو تنظيم عشوائي فيه نقلة قلينا نقول فعلا حصلة على أرض الواقع وحاجة مشرفة فعلا